حل جميع الفصائل المسلحة وتسوية أوضاع عناصرها بصورة فردية بعد تسليم أسلحتهم ليكون الخيار أمامهم منحصرا بين الانضمام إلى الفيلق الخامس التابع لقوات نظام بشار الأسد أو التهجير من درعا باتجاه محافظة إدلب هذا هو مجمل ما يقدمه الروس عبر اتفاقاتهم المتتالية مع مسلحي المعارضة في مدن وبلدات محافظة درعا السورية تمهيدا لفرض سيطرة النظام عليها في ظل توقعات بأن يغدر النظام وروسيا بهؤلاء المسلحين بعد أن يستتب الأمر له في المحافظة فالنظام وثقا لقيادات المعارضة لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ تعهداته غير أن النظام يبدو وكأنه يواجه معضلة في توفير الأعداد اللازمة من القوات للسيطرة على تلك المساحات الكبيرة ربما بسبب رفض الكيان الصيوني والولايات المتحدة مشاركة إيران بصورة مباشرة في معارك درعا ما يعني أنه حرمان النظام من الآلاف من المقاتلين في صفوف الميليشيات الموالية لطهران الأمر الذي دفعه إلى مهادنة الأهالي في درعا وكذلك بجمع أسماء الرافضين لاتفاق وراغبين بالخروج من المنطقة مع وعود بتأمين قوافل لنقل الراغبين بالخروج خلال الأيام القليلة المقبلة النظام إذن بحسب محللين يواجه مشكلة حقيقية في تأمين البلدات والمناطق التي سيطر عليها أو دخلت في تسويات ولذلك فهو يسعى إلى استمالة جزء من العسكريين والأهالي في المنطقة كي يعينوه على إدارتها في حين خلفت التسويات الروسية تشرما وانقساما في صفوف المعارضة ليبدو المشهد في الجنوب السوري المحاذي لهضبة الجولان المحتلة وكأن الفائز الأكبر فيه هو الكيان الصهيوني